هذه هي شاهدة على خراب ودمار مليشيات الحوثي في كل مدن اليمن وليس في مدينة التحيطة فقط لم يعود لهذه المنازل من ساكن كي يدرأ عنها زحف الكثبان الرملية التي حلت بديلا عن المواطنين في منازل التحيطة هذه منطقة بني الجناني الواقعة الجنوب غرب مدينية التحيطة بمحافظة الحديدة تحكي فصلا مخيفا للغاية من عمر هذه البلدة الشعبية التي باتت خالية على عروشها جراء الاستداف الحوثي المتكرر لسكانها والذين أثروا النزوحة بشكل قصري على أن يموتوا بعيارات أو قذائف هاوى تتساقط ليلا على منازلهم بشكل متكرر هذه هي بيوت مدينة التحيطة نزحوا أهلها فسكنها نزحوا أهلها من أثر القصف العشوائي بالسلاح المتوسط والثقيل وسكنتها الكثبان الرملية خاوية على عروشها وقد ينمح أثرها إذا ما استمر النزوح أهليها وعلى بعد مربعات عدة هذا هو حي الجروبة داخل مدينة التحيطة شوارعه خالية وقد تم تهجير ساكنه حوثيا إلى المخيمات فلا تجد بين حناياه إلا من يناشد الأمم المتحدة أن تنظر إلى حال قرى الساحل التي تخلى يوما بعد آخر أهل القربة نزحوا لهم بسبب القضايف الذين هم هنا مليشة الحوثي نريد من الأمم المتحدة أن تنكي هذا الحصارة القائلة لا أبو حلال لن نحن بيننا ونحن أهلنا ولا آباء أحنا ولا نحن فيه نحن في طريق ونحن في طريق نحيق غراب وصوت مضخة مياه هذا هو ما تبقى في قرية القازة جنوب يدريهمي بعدما تم تهجير ساكنها قصرا بالقصف الحوثي وتحويل القرية إلى مربع عسكري فلم يتبقى من حياة هذه القرية إلا مزارع يقتحم الخوف إليها ليسقي زرعا الذي ينتظر من خلاله ريعة هذه القرية كانت تأش بأمان بعد أن هبت عليها قضائف الميليشيات الحوثية وهجرت أهلها أكثر من مئة ألف نازح من أبناء الساحل الغربي هجروا قصرا بفعل القصف الحوثي المتواصل على منازلهم نتيجة التحرير المنقوص الذي لم يكن لهذه المشكلة أن تقع إلا باتفاق السوكهولم والذي جعل من الإنسانية في القرى والمدر المطلة على سواحل اليمن الغربية فريسة سهلة وأبناء الحديدة هم الضحية الأسهل دونما وجود رادع إلا من صدت القوات المشتركة هناك على خطوط التمس